ايه زيكو حبيب قلب عملين ايه اتمنى يا رب كونه دايما بخير النهاردة هنعمل مع بعض الفطير هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا جدا وان شاء الله الفيديو بتاعنا يعجبكو زيه انت شايفين حبيبي معايا الدقيق على حسب ما انت حبه عايزة تعمله نص كيلو عايزة تعمله كيلو على حسب ما تحبي معانا هنا معلقتين سكر هنبتدي نقلبهم كده ومعانا زرة ملح بسيطة جدا ومعانا ايه بنات هنعجن العجينة بتاعتنا النهاردة معايا انا عاملة جبنة ومعايا الشرش بتاع الجبنة هعجنب العجينة بتاعة الفطير بتاعتي اه لو انت حابة تحط المية عادي انت عادي حطه مية عادي لو حابة تعجنها بلبن برضو ما فيش مشكلة دي الجبنة اللي انا عاملها زي ما انتو شايفين الشرش بتاعها ما شاء الله لسه طازة وعملها واسمين قلت البقى احنا هنعجنبه الفطير بتاعنا النهاردة زي ما انتو شايفين كده حبيبي انتو بقى عادي اعجنه بمية مفيش اي مشكلة بس انا قلت اخسارها نرميه فانا هاجنبه الفطير بتاعي هيخليه للعجنة بتاعتي طرية ومسكرة وطعمها طحفة زي ما انتو شايفين حبيبي قلبي هسم الله ونصلى على الحبيب المصطفى عليها افضل الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليك في الاولين وصلي وسلم وبارك عليك في الاخرين وصلي وسلم وبارك عليك في الملع الاعلى الى يوم الدين صلاة ينفرج بها الكرب وتنحل بها العقد اللهم اغفر لي والوالدي وللمؤمنين قولوا امين هنبتدي كده مع بعض بقى نعجن العجينة بتاعتنا زي ما انت شايفين زي متى فانا معندكش لابن ولا شرش عادي اعجن بمية عادي ما فيش اي مشكلة انا على طول بقى عجن بالمية بس زي ما قلتلكو انا كنت بعمل جبنة فانا قلت اخسار قرم الشرش بتاع الجبنة ومشاء الله اسمينا قلت نعجن بقى العجينة بتاعتنا شايفين العجينة بتاعتنا نعمة وطرية ومشاء الله هنسيبها بقى ترتاح شوية وبعد كده هنبتدي بقى نكورها القرر على حسب احنا هنعمل فطر صغير يا بنات هنعمله على عين البتجاز انت حابة تعمل بقى فطر كبير عادي احنا عملونا النهاردة صغير خالص عشان حبيبنا وبناتنا اللي لسه ببتدوا يدخلوا المطبخ وحابين يتعلموا زي ما انتو شايفين هنعملوا كور صغنونة كده ونبتدي بقى ايه نسيبه برضو يرتاح عشان كل خطوة في الفطير لازم تسيب العجينة بتاعتك ترتاح كويس جدا شايفين بنبتدي نعملوا كور صغنونة زي ما انتو شايفين كده ما شاء الله العجينة طرية ونعمة لان تعجنت كويس جدا اهم حاجة في الفطير يا بنات تعجنوها كويس جدا قوي وعجنوها كتير عشان تعمل عرق وعشان تجي تفرديها تفرد معاك بكل سهولة معايا هنا سمنة عادية سمنة آآ آآ روابي ومعايا معايا السمنة بلدي ومعايا وبرضو حط عليهم برضو شوية زيت يا بنات زي ما انتو شايفين هنبتدي بقى العجينة بتاعتنا بعد ما ارتحت هنبتدي بقى نفرد في الفطير بتاعتنا شايفين احنا عاملين فطير صغيرة مش كبيرة لو انت عايزها بقى حجم كبير كبري العجينة بتاعتك الكور اللي انت بتعمليها كبريها خليها حجم كبير بس احنا عاملناها صغر لنا كده عشان هنعملها على البتجاز عشان حبايبنا اللي طلبين مني الفيديو وقولك احنا عايزين نعملها لو ما عندك شوفرون ممكن تعملها على البتجاز ايوة تعمليها عادي على البتجاز احنا هنعملهم طلت طبقات يا بنات هنعمل الفطيرة طلت طبقات زي ما انت شايفة كده يعني هتعملي بكل سهولة هتفرد الكوار كده وتحط طبقة جوة طبقة جوة طبقة طلت طبقات عايزة تعملي اكتر من تلاتة برضو براحتك عايزة تكبر العجينة وتعمليها فطيرة واحدة كبيرة قوي عادي برضو براحتك بس احنا بنعلم بناتنا اللي لسه بيبتدوا او حبيبنا اللي لسه بيبتدوا يتعلموا الفطير احنا عملناها في القناة على كم طريقة شايفين العجينة معايا ما شاء الله ماشي معايا زي الزبدة وطرية وجميلة لان احنا عجلنا كويس جدا وربنا لها عرق شايفين يا بنات دي الطبقة التانية هندخل كده اتنين هنعمل برضو كمان طبقة تالتة شايفينها سهلة جدا وبسيطة جدا وزي ما قلت لكم اهم حاجة تعجن العجينة كويس جدا عشان العجينة تربي معاك يا عرق تقوم تيفرديها بكل سهولة ما تتقطعش منك حتى لو تقطع هندخلها في قلب بعضها كده كده مش هتبات زي ما انت شايفين حباب قلبي كده عملنا طبقتين لسه الطبقة التالتة هنبتدي برضو نفرتها بكل سهولة ما شاء الله اهم حاجة حط تحت الفطيرة شوية زيت هتلاقها ماشية معاك بكل سهولة شايفينها ما شاء الله سهلة وبسيطة جدا تقدر تعمليها بكل سهولة الفيديو سهل وبسيط جدا يا بنات يعني تقدر تعملي الفطير ولو ما عندكش فرن برضو هتقدر تعمليه بكل سهولة على عين البتو جاس سهلة وبسيطة واقتصادية ومش مكلفة ما شاء الله شايفين? طبقة بتاعتي بقى التلتة هنحطها برضو. بقى لبوا بعض وما نستاش برضو نحط السمنة بين كل طبقة وطبقة. واحنا بنقفل برضو نحط السمنة بتاعتنا. كده الفطيرة الاولى بتاعتنا جهزت معانا. شايفينها? ما شاء الله سهلة وبسيطة واقتصادية. ومشاء الله تقدر تعمليها بكل سهولة. هنعمل بقى فطيرة تانية. ما شاء الله شايفين يا بدات? دي طريقة تانية برضو. تبتدي تطبقي الفطيرة بتاعتك زي ما انت شايفها. كل ما تطبقي هتديك رقات اكتر. شايفين? دي طريقة تانية لو انت حابة تعملي دي برضو. هنبتدي برضو نقفلها كده ونحط الزيت وسمنة ونطبق. شايفين? زي الزرف كده. يعني الفطير ليه كمكة طريقة. وطرق كلها سهلة وبسيطة. لو انت جربت مرة في مرة هتلاقي كتعة ودتي وعملت الفطير بكل سهولة. ما شاء الله اسهل حاجة ممكن تعمليها واقتصادية جدا مش مكلفة تقدر تعملي. آآ فطار لأولادك وجبة غدا وجبة عشا وجبة فطار سهلة جدا وبسيطة جدا تقدر تعملي كمية كبيرة تعنيها في الفريزر وبعد كده تطلع وتسخن عادي. ما فيش مشكلة هتبقى معاك برضو في البيت. هلوة مش وحشة? انتو شايفين? طبقنا اول واحدة ودي التانية اهيا. طريقة سهلة خالص. بس دي بقى شايفينها نطبق كده وكده ونقفلها برضو كده وكده دي كل ما تقفلي او تطبقها تديك توريقة في الفطيرة بتاعتك. سهلة جدا يا بنات بجد والله للامانة اسأل حاجة ممكن تعملوها الفطير ان مشلتك. لو وصلت بقى معايا للنقطة دي حبيب ام صمر ما تنسيش تحط اللايك للفيديو ولو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش بقى عسلية انتوية تحط آآ بحط لايك برضو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله من وصفاتنا السهلة البسيطة الاقتصادية زي ما انتو شايفين كده يا بنات هنبتدي بقى نفردها كل طبقة هنحط السمنة كل طبقة سمنة عشان تبقى مورقة معانا كده وطعمها جميل حب ان انت تعملها بسمنة بلدي بس عادي بس نحط شوية زيت عشان تخلي الفطيرة بتاعتك مورقة وطعمها جميل كده هنحط بقى التانية ونبتدي بقى نقفلهم بالطبقة التالتة ودي الفطيرة التانية بتاعتنا شايفين كده عملنا الاتنين هنعمل بقى التالتة شايفين العجينة ما شاء الله العجينة سهلة وبسيطة ومشي معايا بكل سهولة دي بقى هنقفلها كده زي انتو شايفين من هنا ومن هنا ومن هنا بس هتدي معانا برضو توريقة جميلة كده خلصنا يا بنات شايفين هنبتدي نحط شوية سمنة من اللي فاضو مننا ونفردها كده والتانية برضو وعلى عين البتجاز هولع العنتين الشعلة للجوة والشعلة اللي عطر في وسند الصاجة بتاعتي ونحمر احلى والاز فطير شايفة يعني لو انت ما عندكش فرن عادي تقدر تعمليه على عين البتجاز وتعملي احلى وطعم فطير برضو شايفين انا قلت اعمل لكم نهاردة على عين البتجاز عشان حبيبي اللي بقوله يا مصامر احنا نفسنا انا عمله بس ما ما عندي ناش بتجاز فان شاء الله تقدر تعمليه على عين البتجاز عادي حبيبة قلبي اكيد بيبقى فيه بعد واحدة مسلا الفرن عندها في مشكلة او كده فما بتقدرش ان هي تعمل ولا حاجة تقدر تعمليه على عين البتجاز حبيبتي اللي بتقولي شايفين طالح جميل ومستوي وقلبه جميل ومورق وطعمه تحفى بجد تقدر تعملوه على البتجاز عادي لو ما فيش عندك فرن شايفين وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة سهل وبسيط جدا والفتير المشالت بطريقة بسيطة واقتصادية يا رب الفيديو بتاعنا اعجبكم حبيبي واخوهاتي الغاليين ما تنسوش بقى تحطونا اللايك وان شاء الله يا رب نشوف بعد ان شاء الله وصفة جديدة وسهلة واقتصادية ويا رب بتاعجبكم شايفين مورق وجميل ومستوي ورحت بجد قلب البيت عندي ما تنسوش بقى حبيبي قلبي تحطونا اللايك وشيروا الفيديو الحبيبكم وصحابكم اللي عايزين نتعلموا الفطير وان شاء الله يا رب الوصفات الجاية ان شاء الله تعجبكم وتنال اعجبكم ان شاء الله مع بعض هنقدم الجديد والافضل دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته